السلام عليكم مرحبا بكم في قناة حلوية اليوم بحول الله سوف نسافر المناطق الشمالية والشرقية من المغرب سوف نتعرف على كيفية تحضير الكران أو الكالينتي هي وجبة شعبية معروفة بالمناطق الشمالية والشرقية جد هائلة ورائعة لذيذة تقدم بدقيق الحمص جربتها وطبقت طريقة وحتى صديقة ديالتي من أصول تنجوية جد رائعة من ان كنت وفقت في طريقة تحضير ديالها فيالله معايا نشوفو المكونات بسم الله نحتاجو ربع كيلو من دقيق الحمص هو عبارة عن دقيق كيف الدقيق العادي غير هو اللون ديالو تكون أصفر تكون نرتب كما كتشوفو معايا نحتاج لربع كيلو نضعو في حد الإناء كبير صراحة وجبة لذيذة وصحية بقيمتها الغدائية ثم نحتاج إلى ملعقة صغيرة مع مراش من الملح وذلك يبقى حصب الضوء نخلط المكونات سريعة التحضير وسهلة وعجبني في هذه الوصفة أنها تخدم بنصف كأس من الزيت البلدية يعني الزيت العود كما قالت لي الصديقة ديالتي أنه يستعمل نص نص زيت البلدية والزيت العادية فأقلت لها خلينا نستعملوا غير الزيت البلدية تكون صحية أكثر ولديدة بطبيعة الحال ثم لهذا المقاس هدا سنحتاجه لتر واحد كامل من الماء يعني ماء عادي ونضيفوه على دفوعات مع التحريك للخليط الأول حتى تنساجم المكونات وتبقى عني تشيحوا بيباس ديال الدقيق مفرزة من الماء مرة على مرة نخلط الدفع الأولى ثم نزيد الماء الباقي ليا ونعود نخلط نستعمل ثلاثة كامل لا تفاجئوا لهذا الكيمياء فهي مناسبة لدقيق الحموص لأنه يتشرب يجيه هوا هاداك في القوام دياله في الأخير وكي نتأكد أن الدقيق نساجم بشكل جيد مع الماء نضيفوه خفيفة كي نتحصل على وحد القوام يكون سائل لا تستغربوه كي يجيه سائل بشكل كبير ولكرا هاداكوا القوام المناسب ليه بشكل نتيجا نهائيه كي يجيه في القوام الداخلي دياله كي يجيه بشكل كبير هاتو ما شوفوه رسائل كنناخدوا حد طاوة أو لا طا أو لا أي إناء اللي غايي يسع هادا الكمية ديال هادا السائل هادا ناخد مثلا مقلاس نضيفوه 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 من الجوانب كذلك وفي القاع ونفرغ السائل ديال الحموص رائعة البنات غي يجربوها أنا فيما كمشي للشمال كيتعجبني عندهم هادا الوجبة هادي صارحة مشهورة وكتجيه لديدة فاديما تبقى راسخة في الدهن ديالي كنصخل الفرن على أعلى درجة مثلا 200 ونبغي ندخلها نقص 180 درجة خديت لكم صورة أو لقطة من داخل الفرن أثناء الطهيرة كتنتفخ وكتبدأ التحمل وكتكون وحد القشرة من الفوق مني كتتحمل مزيان وكتعرفوها طابت كتكون مقرم لعمل الجناب والحمورة يعني واخدها حقها فبالصحة والراحة كي ينتج شمالي كي يتقدم مرافق بالكامون والسودانية يا سلام روعة روعة صراحة إن شاء الله تجربوه هتعرفوا المدق ديالو فنشكر صديقة ديالتي من أصول تنجوية إن شاء الله على تقسمها معي طريقة تحضير ديالها وبفعل كذلك تنتقسمها معكم من خلال قناة حلوية موني فعلا تستحق تجربة لقيمتها الغدائية صراحة دقيق الحموس والزيت البلدية يعني مكونات جد بسيطة ما كي ياخد تقريباً خمسونة دقيقة في الفرن وشوفوا وماني كان بغي نقطعه كي سكون القشرة الفوقانية مقرمشة وكذلك الجنوانب يكونوا مقرمليين كي يكونوا زوينين كما كتشوفوا معايا يقدم ساخن أو لدافئ نوعاً ما هذي الموتع ديالو شوفوا ما شاء الله هذا الأقطار عجبتني بزيف ننتدوق سوعد عرفت قيمتها لأن القوام ديالو صراحة هذا عجبني كي يجي مقرمش من الفوق ومن الوسط كي يجي خفيف يعني بحالة قلتو كي يجي محرحر بهذا المعناه دول المصطرح اللي بغيت نوصل لكم ان شاء الله يكون نوصل المعلومة شوفوا قطعة كاتشهي صراحة نديرو الكامون سودانية بصحة والراحة عليكم ان شاء الله تجربوه رائع في الأوقات الشتوية الباردة صراحة مناسب وصحي بامتياز كيمشتون مكونات غنية بقيمتها الغدائية قوام ديلها كما كتشوفو يجي محرحر من الوسط خفيف والديد وفي ذلك النسمة الزيت البندية ومع الكامون السودانية القافية دائما يا سلام روعة روعة تجربوه ويعجبكم ما تبخلوش عليا بوضع لايك وخلو لي تعليق كيف يفجعكم الكالي انتي على يدي في قناة حلوية موني كنوجه تحيتي لصديقتي طنجاوية ومجميع الناس اللي في المغرب اللي كي يخدمو هاد الوجبة الشعبية شكرا لكم بزاف على المتابعة شكرا لكم على خير وما يقصكم خير كيف العادة كنقول لكم مع السلامة